موسيقى الثالثة تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجزا لأهم الأنباء قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذمي من واشنطن أنه لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفاهمة لمطالب الحكومة العراقية وضف الكاذمي أن لقاءنا مع ترامب مهم وناجح مبينا أنه اتفقنا مع الجانب الأمريكي على إعادة انتشار القوات خارج العراق وتابع الكاذمي اتفقنا أيضا على وضع فريقا فنيا لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج العراق وأشار أيضا إلى أن العراق لديه فرصة للاستفادة من شركته مع دولة صناعية كبرى لافتا إلى توقيع عقد مهم ومفيد لعموم العراق فيما يخص النفط في محافظة ذيقار يتوقع تحليل نشره معهد واشنطن هذا الأسبوع أن أمريكا ستدعم أي حلول عراقية لعودة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق وقال المحلل وهاب بلال الباحث في المعهد إن الحفاوة التي استقبل فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاذمي في واشنطن تؤكد حرص الولايات المتحدة على تدعيم علاقتها مع العراق وتطويرها وعدم إضعافها متابعا إن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تقدم حلولا لمشاكل العراق الأمنية والسياسية لكنها ستدعم أي حلول عراقية تمهد لإنهائها وأشار إلى أن هناك مشكلة في اعتماد العراق على النفط في وارداته وأيضا مشكلة الفساد المتجذرة والتي تورط بها السياسيون كبار ويفترض أن تكون هناك محاسبة وإقالات قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن قوات الأمن عثرت على مدفع وصاروخين أعداء لاستهداف الأرتال العسكري المرة على الطريق الدولي السريع في بغداد في إشارة منها إلى الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي التي تصاعدت وطيرة استهدافها بالفترة الماضية وقال بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني إنه وفقا لجهد ومعلومات استخباراتية عثرت القوات الأمنية على مدفع من طراز SBG9 وصاروخين كانا معددين لاستهداف الأرتال في منطقة صخريج التابعة لناحية الرشيد جنوبية بغداد على الخط السريع كشفت خلية الإعلام الأمني تفاصيل استشهاد آمير فوج مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين وقالت الخلية في بيان نقوة من أبطال فوج مكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين نفذت فجر اليوم واجب تفتيش لأوكار وأنفاق لداعش في جبال مكحول وأضاف البيان أنه خلال هذا الواجب انفجرت عبوة نسفة أدت لاستشهاد ضابط وإصابة آخر ومقاتل من نفس القوة اتهم مكتب منسق الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان أنصار بيكاكا وحركة الجيل الجديد بالتسبب بوقوع عشرات الإصابات بين الرجال الأمن والمدنيين خلال أعمال شغب شرسة تطورت عقب تظاهرة في مدينة زاخو بمحافظة دهوك احتجاجا على دخول شاحنات تركية وذكر المكتب في بيان أن حكومة الإقليم ملتزمة تماما بالحفاظ على حرية التعبير وتعزيزها في التظاهرات لكن سرعان ما تحول مسار تلك الاحتجاجات ليلة التاسع عشر من أغسطس من قبل مؤيدي بيكاكا وحركة الجيل الجديد وعدة أحزاب أخرى إلى أعمال شغب وأكد البيان إصابة واحدا وستين شخصا من قوات الأمن وأربعة مدنيين تم اعتقال ثمانية عشر بحوزتهم أسلحة نارية وسط أعمال الشغب وتحقيقات تعتبر جارية للعثور على الذين أطلقوا النار حسب البيان تضررت أيضا 26 سيارة شرطة وسيارة مدنية بالإضافة لممتلكات عامة وخاصة كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر قبضا بحق المدير العام لتربية نينو الأسبق لمخالفته تعليمات العقود ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبربتها المديرية وبينت الهيئة أن أمر القبض الصادر عن القضاء جاء على خلفية المغالاة والمخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين مديرية تربية نينوى أو تربية المحافظة وأحدى شركات تجارة السيارات لشراء 132 سيارة موضحة أن تحقيقات مديرية الهيئة في نينوى قادت إلى وجود مغالاة في العقد تقدر بـ 2 مليار ومئة مليون وثمانمائة وخمس وسبعين ألف دينار ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تحرير الموصل لا يزال شارع النجفي في المدينة القديمة يعاني من الدمار وغياب الجهود الحكومية عن إعماره حيث أشار عدد من أصحاب المحلات والمواطنون إلى أهمية شارع النجفي في نشر الوعي والثقافة بالموصل فضلا عن أنه كان وجهة الكثير من الطلاب والمثقفون في الموصل والمحافظات الأخرى المواطنون انتقدوا بطع أعمال الإعمار في الشارع مطالبين للحكومة المحلية والجهة المعنية بضرورة إلى الاهتمام بالشارع وأعماره دعما للواقع الثقافي فضلا عن أهميته في تعزيز الاستقرار وزيادة الحركة التجارية في الأسواق كما طالب أصحاب المحلات الحكومة بتعويض المتضررين رصدت كاميرا الموصلية افتتاح فندق سنجار أو جبل سنجار في شارع حلب الموصل القديمة والذي يعد أول فندق يفتتح في الجانب الأيمن والمنطقة القديمة حيث أشار أحد القائمين على الفندق إلى توفر غرف فردية وأخرى جماعية بالإضافة إلى توفر خدمة الإنترنت وعدد من الخدمات الأخرى لافتن لأنه تم إعمار الفندق بشهود ذاتية مؤكدا ازدياد عدد النزلاء دعينا الجميع إلى ضرورة العودة إلى المنطقة وإعمارها لتعزيز الاستقرار فيها أعلنت الحكومة الليبية اليوم الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أذار المقبل جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وفذ البيان بإصدار التعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقوف الفوري أو بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية وأوضح البيان أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرط والجفرة من زعتيا السلاح وأجدد السراج الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال أذار المقبل وفقا قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين من جهته دعا رئيس مجلس نوابي طبرق عقيل صالح الموالي لخليفة حفتر إلى وقف فوري لإطلاق النار واختيار مدينة سرط مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد كشفت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي اليوم الجمعة عن اتصالات بين تل أبيب وأبوظبي لتسريع توقيع الاتفاق الأمني وقالت الهيئة عبر موقع الكترونيين إسرائيل تجري اتصالات مع الإمارات لتوقيع مذكرة تفاهمات بشأن مسائل تخص الأمن الداخلي وأضافت بعث وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أحانة رسالة إلى نظيره الإماراتي سيف بن زايد طلب فيها تسريع توقيع المذكرة ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية قولها إن هذا المجال يثير اهتماما كثيرا في أبوظبي وعليه فقد قبلت التوجه الإسرائيلي بترحاب كبير بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردغان عن بشرة سارة من شأنها أن تدخل تركيا في مرحلة جديدة سيعلن عنها اليوم الجمعة فقد أفدت مصادر إعلامية لوكالة رويترز أن تركيا عثرت على موارد كبيرة من الغاز الطبيعي قد يكفي احتياجات البلاد لمدة عشرين عاما مشيرة إلى أن الاحتياطي المتوقع يقدر بستة وعشرين متريليون قدم مكعبة أو ثمانمائة مليار متر مكعب ولفتت المصادر إلى أن بدأ الإنتاج قد يستغرق من سبع إلى عشر سنوات وتقدر التكاليفة الاستثمارية بين ثلاثة مليارات ومليارات الدولارات ختام موجز مشاهدين الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة